موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ثالث حلقاتنا مع برنامجنا اليومي الصندوق الانتخابي نناقش من خلاله موضوع الانتخابات الكويتية التي ستعقد نهاية شهر سبعة اليوم أغلق باب الترشيح على تقريبا أكثر من 418 مرشح نلاحظ في هذه الانتخابات تحديدا أن الدائرة الرابعة والدائرة الخامسة عدد المرشحين فاق عدد المرشحين في الانتخابات الماضية تقريبا وصل العدد إلى أكثر من 114 في الدائرة الرابعة وأعتقد نفس العدد أو أكثر شوية في الدائرة الخامسة الأعداد كانت في الانتخابات الماضية قليلة جدا نظرا لمقاطعة القبائل الكبيرة وعدد من نواب الأغلبية في الانتخابات الماضية الانتخابات هذه المشاركة أكثر في الدائرتين أما الدائرة الأولى والثانية والثالثة الأرقام بقت على ما هي تقريبا في الدائرة الثانية الرقم قل كان 50 مرشح في الانتخابات الماضية الانتخابات هذه 40 مرشح أعتقد الدائرة الثالثة العدد هو نفسه 60-60 الدائرة الأولى أيضا في الخمسينات 51-51 أعزائي المشاهدين تعالوا نشوف التقرير هذا عن ختام يوم الترشيح العاشر موسيقى 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 ومن تقدموا بأوراقهم إلى إدارة شؤون الانتخابات في اليوم الأخير لتنتهي بذلك المهلة المحددة والتي بدأت في السابع والعشرين من يونيو الماضي ومع غلق باب التسجيل عند الثانية ظهرا بلغ العدد الإجمالي للمرشحين 418 مرشحا يتنافسون في خمس دوائر بواقع 51 مرشحا للأولى وأربعين في الثانية وتسعة وخمسين في الثالثة ومئة وأربعة عشر في الرابعة بينما حظيت الدائرة الخامسة بنصيب الأسد بواقع 154 مرشحا مرشحوا اليوم الأخير عبروا عن أملهم في أن يتمكن المجلس المقبل من ممارسة دوره بشكل كامل وأن لا يكرر الأخطاء التي وقع فيها مجلس الصوت الواحد الذي تم حله أخيرا من قبل المحكمة الدستورية نتمنى أن يكون المجلس القادم مجلس يمارس دوره بكامل صلاحياته ما يكون مجلس منقوص الصلاحيات وهذا كان خطأ وقع فيه المجلس السابق وإن كنا نحترم وجهة نظر اللي يقول حنما نبي نبي أول شيء نهتم في الجانب التشريعي وبعدين الجاب النقابي ونعطي فرصة للحكومة ستة أشهر وهذا كان رأيي للأسف الشديد لم يوفق وهذا ما أثبته أثبتت الأيام في الأشهر السابقة المرأة أيضا كانت حاضرة في اليوم الأخير لكنها عبرت عن استياءها من غياب دعم مؤسسات المجتمع المدني لها على مدار الانتخابات المتتالية بالرغم من أن جميع الظروف تعتبر سلبية لكن أنا جدا متفائلة الظروف السلبية أنتوا عارفين يعني حالة عدم الرضا اللي مرينا فيها بخصوص الصوت الواحد يعني وقرار نحترم قرار مجموعة كبيرة أو فئة كبيرة من المجتمع بالمقاطعة وأيضا بالنسبة لنا إحنا كنساء يعني نهائي ما في أي دعم مجتمعي من أنصار المرأة من المجتمع المدني من جمعيات المرأة إطلاقا ولا حتى تواصل فيما أكد مرشحون آخرون على أن تغيير قانون الانتخابات من داخل قاعة عبدالله السالم كان أمرا شبه مستحيل لصعوبة التوافق عليه من قبل النواب المجلس لا يمكن أن يعدل الدوائب من داخل قبة عبدالله السالم ونقولكم ليش لا لأن المصالح المتقاطعة بين النواب لا يمكن أنها تتفق تالي لا كان صعب جدا التوافق داخل البرلمان بيقولي غائل أنه شون عدلت في 2006 2006 ما كان فيه تعديل 2006 كان فيه تجميع للدوائر ويجوز القانون لكل مرشح أن يتنازل عن طلب ترشحه قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الانتخابات المقرر إجرائها في السابع والعشرين من الشهر الجاري دون استرجاع مبلغ التأمين الذي دفعه والبال قيمته خمسون دينارا أهلا وسهلا بكم أعزاء المشاهدين من جديد معي في الاستيديو ضيفي وضيفكم النائب السابق ناعوض مجلس الأمة المبطل ومرشح الانتخابات الحالية السيد رياض العدساني أهلا وسهلا فيك أهلا فيك محمد اليوم أنت رشحت نفسك ونزلت في الانتخابات أنت في شهر 11 الماضي قلت أنني سأنتظر حكم المحكمة الدستورية وبعد ذلك سأخوذ الانتخابات بناء على هذا الحكم سواء أبطلت المجلس أو حصنت القانون أم لم تحصن القانون اليوم نبي نسألك عن الأرقام التي شاهدتها والتي سمعتها قبل شوي العدد طبعا في ازدياد خصوصا في الدائرتين الرابعة والخامسة وكان في انخفاض في الدائرة الثانية نبي رؤيتك لأعداد المرشحين بسم الله الرحمن الرحيم بداية عسى الله فوقنا في خدمة الكويت طبعا يعني الغالبية اللي ما نزلوا في المرة اللي طافت نزلوا الانتخابات بناء لحكم المحكمة الدستورية بعد ما حصن مرسوم الصوت الواحد وأي شخص بخاطر أن يغير هذا القانون من خلال مجلس الأمة لذلك احنا شفنا ارتفاع في نسبة المرشحين ولكن أيضا مو مرات تسير المقياس لأن في مجلس 2012 المبطل الأول ومجلس 2009 كان هناك تفاوت أيضا في عدد المرشحين في مجلس 2009 تتكلم المجلس 2009 مقارنة مع مجلس 2012 الأول كان مجلس 2009 المرشحين على ما أعتقد أكثر ولكن احنا شفنا في هذه الفترة أكثر بكثير من مجلس 2012 المبطل الثاني لأنه كان البعض لا يعلم أن هذا المرسوم سيتم تحصينه أو المحكمة الدستورية سوف تبطله حتى من ضمن الشغلات اللي ذكرتها أنه ننتظر حكم المحكمة الدستورية ولو نازلت لا صار مجلسين أبطلوا خلال سنة يعني تخيل المجلس المبطل الأول والمجلس المبطل الثاني كما حصل لبعض الزملاء تم الأبطال مجلسين وهم عضوين في المجلس الأول والثاني للأسف يعني احنا ما ودنا أننا تتراجع الحياة للديمقراطية بهذه الطريقة يعني كم حل وكم أبطال كم قانون مركونين في الأدراج يعني أنا ودي أعطي تاريخ لكويت كله بعجالة يعني 67 كان التزوير الانتخابي وسنة 71 الحكومة كانت تطمح لتفكيك المعارضة ونقلت القيود الانتخابية لتكون نسبة الحكوميين النواب إنجحون أكثر وكان عزوف انتخابي في سنة 71 ونسبة التصويت وصلت إلى 52% وفي سنة 76 أي مجلس 75 تم الإنقلاب على الدستور وتعطيل مواده ووقفت الحياة البرلمانية حتى 81 وسنة 81 استمر للمجلس إلى سنة 82 أو آسف إلى سنة 85 وأيضا تعطلت الحياة البرلمانية مرة أخرى تحديدا في 86 مجلس 85 حتى بعد الغزو القاشم في سنة 92 استمر أربع سنوات حتى سنة 96 96 استمر حتى 99 و99 استمر إلى 2003 أنا بركز مجلس 99 الوحيد أو الأخير الذي استمر ومن ثم حل بعد حل مجلس 2003 حل 2006 حل 2008 حل 2009 حل 2012 أبطل رجع مجلس 2009 مرة أخرى بعد حكم المحكمة الدستورية وتم حله من ثم مجلس 2012 وأبطل والآن مجلس 2013 ما نتمنى أن نقعد هالقاعدة في مجلس 2014 نحن نبي ندفع فيه على الجلسة التطوير مراقبة الحكومة تشريع القوانين اليوم نقول اللوم على منه ما نقول نقط اللوم على أحد هي خل نقول مسئولية متكاملة لكل الأطياف سواء حكومة أو مجلس ولكن نطلب الحكومة لا تهرب أكثر من مرة الحكومة عندما يقدمون استجواب لهم تقدم استقالته أكثر من مرة الحكومة تقدم عدم التعاون بعض هذه الاستجوابات يكون فيها تعسف يكون فيها استجوابات سريعة في مجلس 2012 كانت هناك استجوابات سريعة في مجلس 2009 كانت هناك استجوابات سريعة أيضا في المجال السابق وحتى المجلس الأخير كانت هناك استجوابات سريعة يعني الحكومة لا تعطى فرصة من قبل النواب هل هذا هو سبب يكفي أم لا يكفي المجلس الأخير كان متناقض فيه وايد من الأمور يعني أحد النواب يصوت ضد استجواب لوزير الداخلية وهو نفسه يقدم استجواب لوزير الداخلية يعني هذا أمر مستنكر ولا يمكن تقول أنت مجلس لموله عنده سلطة الرقابة والتشريح أنه لا يقدم استجواب إلا بعد ستشير وهو نائب وهو اللي يقرر وهو اللي قيم مادة أمية من الدستور يمكن لكل نائب أن يقدم استجواب من فريدا هذا توني بلير في بريطانيا وجهوا له 360 استجواب يعني أكثر تقريبا أو عدد لأيام سنة 365 يوم يعني بالتالي ما نقدر نقارن بمحمد تجربة الكويت في تجربة بريطانيا نحن بالنهاية ديمقراطية ناشئة يعني جديدة نتكلم عن 50 سنة لا الكويت ما تعتبر ترى ناشئة يعني خنقل ديمقراطية نعم جزئية ولكن إذا تم تقديم إلى الوزير استجواب معين والوزير يقول هذا استجواب فرضا أن أنا قادر عليه لماذا يقدم استغالته ترى أكثر الاستجوابات وثبت غالبية الوزراء عندما يقدمون استجواب يقول أنا لا يهمني استجواب سوف أصعد إلى منصة الاستجواب عقب يومين ولم قدم استغالته وحيانا يقال وحيانا يقال يعني المعتوق تم إقالته يعني كان مستعد للمنصة وتمت إقالته الاستجواب هو سؤال مغلظ ومضرورة أنه لازم يطرح في الثقة إذا الوزير قادر يقدر يفند محاور استجواب بكل سلاسة يعني أبو محمد نبي تكلم عن المؤشرات اللي اليوم على الساحة الانتخابية بعد أن تم إغلاق صناديق الاغتراع نحن نلحظ أنه فيه ارتفاع في عدد المرشحين في الدائرتين الرابعة والخامسة فيه بقاء يعني الدائرة الثانية والثالثة والرابعة تقريبا الأعداد متقاربة مع الانتخابات الماضية لكن نشوف الرابعة فيه 114 مرشح في هذه الانتخابات مقارنة بـ 60 مرشح في الانتخابات الماضية الدائرة الخامسة أيضا إجمال المرشحين 154 مقارنة في 80 مرشح في الانتخابات الماضية نبدأ نتكلم عن الرابعة والخامسة رؤيتك للدائرتين هذولي اللي كانوا أكبر نسبة مقاطعة في الانتخابات الماضية سواء من ناحية عدد المرشحين أو من ناحية عدد الناخبين كانت النسب بين 26 و 20% حسب اعتقادي دعنا جاوبك أنا فرضا بالدائرة الأولى والثانية والثالثة ومن ثم الرابعة والخامسة الأولى والثانية والثالثة أصبح هناك عزوف انتخابي ولكن ليس بقوة الرابعة والخامسة في المجلس المبطل الثاني وبعد حكم المحكمة الدستورية أعطى فرصة لكثير من المرشحين أن يخذون الانتخابات أنا أتوقع لأنه كان في نوع منه في الدائرة الرابعة والخامسة أنه متمسكين أنه حتى حكم الدستورية وفي ناس ما نزلت وخلاص الحين نزلوا الوضع ما مشه تدريجي أنه كان لا يوجد مرشحين إلا قلة وفي أحد نجح في دائرة الخامسة ياب 500 سبعة 500 نعم 500 صوت فبالتالي تم خنقول بعد حكم المحكمة فتح الباب على الجميع وكل الرشح هذا الفرق يعني ماية تدريجية يعني دائرة الأولى والثاني والثالثة البعض قاطع والبعض نزل لكن الرابعة والخامسة الغالبية قاطعت وانتظرت حكم المحكمة ومن ثم اللي قاطع في ذيك الفترة نزل للحين وأيضاً اللي كان عنده نية أنه ينزل أيضاً نزل يعني في بعضهم شي يقول لك لو نفترض الوضع طبيعي ما في حكم محكمة وكانت خمزة وار أربع أصوات في ناس راح تنزل في 2012 خنقول أنه تم حلة مو أبطال يعني على سبيل المثال في ناس ما عندها النية تنزل في 2012 لكن تنزل في 2013 فصادف شغلتين في الرابعة والخامسة المرشحين الجدد والمرشحين اللي كانوا يتظرون فهذه عطت فرصة أن يكون فيها تزاحم مرشحين تزاحم بالنسبة لعدد النواب لأن مرزوق الغانم رياض العدساني عبدالله طريجي عبدالله الرومي ونواب آخرين كانوا مقاطعين لانتخابات الماضية شاركوا في هذه الانتخابات وأيضاً تيارات سياسية سواء منتمين للمنبر رغم أن المنبر أعلن أن نفس أحمد العبيد أعلن لن يخذوا الانتخابات ولكن لديهم مرشح أيضاً التحالف الوطني هناك أيضاً مرشحين لهم مشاركة تيارات سياسية في هذه الانتخابات شون تشوفها؟ مشاركة تيارات سياسية شارك التحالف الوطني المنبر ما شارك التجمع السلفي شارك ولكن الحركة السلفية لم تشارك حدث لم يشاركون ولكن تقول لي عساساً أنا أكون صادق أنا أعلن مواقف بس هل في بعض التيارات أن نزلين ناس ينوبون عنهم قد يكون هذا الشيء لكن بالنسبة لي مواضحة لأن في نظر الدستور خلاص أصبح دستوري سواء قبلنا أو لم نقبل بالصوت الواحد أمر هذا ماشي الحين أصبح حكم دستوري أمرين يأما أن نوخر ونترك والأمور قد تتراجع بناء على الإقتراحات والقوانيك كما شفنا في المجلس الماضي أو نحد من الفساد نحد من هذه الأمور لذلك أنا قلتها وكنت واضح البعض يمكن سكت حتى حكم المحكمة الدستورية وهذا شأنه أنا كنت واضح قلت إذا حكمت المحكمة بصحة المرسوم سوف أخذ الانتخابات أنا برجع إلى تاريخ 22-2012 عندما أقسمت باحترام القانون والدستور طبعاً أنا في نظر القانون ليس نائب ولا نائب سابق نائب مبطل ولكن في يوم الأيام أقسمت ويجب أن أبر في قسمي عندما تقدمت بطعن على عدم دستورية الصوت الواحد والمحكمة اذكرت نعم هناك دستورية صوت الواحد وتم تحصينه هل أقول أن أنا حكم محكمة لا يعجبني؟ إذا حكم محكمة ليس على هواي قبلته وإذا حكم محكمة ليس عكس لأنا أبي ما رح أقبله أنا بالتالي رح أقبل بالطرفين سواء الحكم صدر لصالحي أو الحكم صدر عكس ما أنا أبي الخطوة القادمة أنه ما نوقف عند هذا الحد إذا في نية أي تعديل قانون قانون الانتخابات أو غيرها من خلال مجلس الأموة فهذه الخطوة لأنا اتخذها ولكن مشاركة التيارات ومشاركة القبائل أنه عطت أكيد أنه ارتفاع النسبة المشاركة وإيضا نسبة التصويت يعني أكيد رح ترتفع عن الفترة الفاضية تتوقع أن تكون نسبة التصويت أعلى من المرة الماضية وتوقع أن شهر رمضان فضيل ما رح يعني الناس ما رح ما تروح للمدارس أو يعني تعزف عن التصويت لهذه الأسباب والله واحد وده يكون صادق يعني البعض يسأل أن ليش الحكومة ما خلتها من بعد شهر رمضان وهو الانتخابات يجب أن تجري خلال شهرين ولا تستثنى المادة 107 خلوه فيه شهر رمضان عساس أنه نسبة التصويت ترتفع لأنه بعد رمضان الغالبية المسافرة ناس مسافرة فلذلك خلوه فيه فتث رمضان وأيضا مشكلة القانون لم يذكر 12 ساعة فقط وإنما من الثمان صباحا حتى الثمان مساء وإحنا ضد أن الحكومة تصدر مرسوم ضرورة لتعديل لهو الوقت لأنه ما نبي أي واحد يطعن خلها الساعة ثمان للثمان إحنا نقول حق الناخبين هو يوم واحد فيه تعب وراح نكون جدا شاكرين لكم ولكن يوم واحد مجرد ما تدلي بصوتك وهذا الصوت رح يكون لك مجلس أمة مراقبة ومشرع لك صح البعض يقول الجو حار ودرجة الحرارة قد تصل في الظل خمسين درجة ولكنه مجرد تعب تعب يوم ولا تعب ألف يوم شوف منه الأكفأ قدم شوف منه الصادق الأمين وبالقرآن خير ما استأجرت القوي الأمين لأنه بالمستقبل لو تتذمر على ناس أنت ما كتبهم وما صوت هذه مشكلة فأنت لك حق أن من تختار لمثلك للتشريع والرقابة وأمور البلد نعم بو محمد يعني هل هناك تسهيلات معينة ليوم الانتخاب يجب أن تقدمها الحكومة يعني سمعنا أكثر 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 من رأيي في أراء معينة مثلا أن مساجد المدارس تقام فيها صلاة العشاء توفير أئمة على أساس الناس تدش داخل المدارس هل من الممكن أن تقدم وجبات الأفطار داخل المدارس لأن الناس فترة هذه فترة تلمسة من بعد صلاة المغرب لصلاة العشاء يتوقع أن يكون فيه إقبال على هذه المدارس والله نقول الحك الحكومة يجب أن توفر كثير من الأمور خاصة لذوي الإعاقة سيارات لكبار السن أيضا من بعد الفطور يجب أن تكون هناك وجبات لأن البعض قد يصوت في الدائرة الثانية ولكن موساكن في الدائرة الثانية فرح يأخذنا مشوار والعكس صحيح قد فيه واحد يصوت في الدائرة الخامسة ولكن يمكن يساكن في الدائرة الأولى يعني فيجب أن توفر كل هذه الأمور اللي هي الماء طبعا المرطبات الأكل كل الوسائل وأنا أشوف لأنني أكون صادق الحكومة لم تقصر في الفترة اللي طافت بالنسبة لأمور الانتخابات وأنا أقول عسى الله يعين القضاة والعسكر لأنهم الأكثر رح يعانون لأن رح تكون الانتخابات من الثمان للثمان ومن يدخل المدرسة قبل الثمان معناته رح ما يشكرون باب التسجيط باب التصويت إلا لم يطلع آخر ناخب داخل المدرسة فعسى الله يكون بعونهم إن شاء الله وهو تعب يوم بالنهاية حق الكويت هذا زين بمحمد بتكلم عن تصنيفك السياسي أنت فيه يعني فيه ناس يقولون أنك أنت مع المعارضة الفترة الماضية المعارضة سألنا أكثر من نائب قالوا العرياض العدساني مو معنا أنت مع منه أنا بإذن الله مع الحق مع الحق أينما كان أكون معارض ضد الباطل ومؤيد مع الحق بتوني قاعد أقول لك الحكومة كانت بالعكس زين فيه أمور الانتخابات كانت تديرها بشكل صحيح فمو معارض لأجل معارضة أي شيء أشوفه خطأ بقول عنه خطأ أنا ما أرى القضية بشخوصها بعيدة عن الشخوص أشوف القضية إذا كانت صحيحة أتبنىها إذا كانت خاطئة أين كان من أطرافها رح أقول خاطئة لذلك إحنا بالنهاية شاللي همنا وهو ارتقاء الدولة ومحارفة الفساد والأمور تتعدل إحنا قاعد نتردى في ظل الوفرة المالية قيس الحين التعليم تردى وعندنا قضية الإسكان وقضية البطالة وصلنا 19 ألف عاطل بالمقابل شاللي عندنا اللي ارتفع مؤشر الفساد وهو اللي ارتفع كل هذه الأمور اللي نعاني منها وعندنا مورد المال إحنا نقول حكومة دولة الكويت تبرعوا للخارج وهذا شيء نفتخر فيه ولكن لا تنسون بلدكم بيتكم أولى من بيت الجار عقب ما تبني بلدك وتقضي على البطالة وتحد من قضية الإسكانية وتطور الخدمات الصحية تبرع للدوار للجوار ولكن مجرد كل سنة تبرع كأنك تغفر شعبك يعني هذه حكومة دولة الكويت هذه حكومة دولة الكويت نقول لهم شنو آخر مستشفى تم بناء مستشفى العدان شنو عدد العاطنين عن العمل العام 16 ألف اليوم 19 ألف قاعد يزيد العدد نشوف بالناحية الأخرى العلاج الخارج زاد بنسبة مهولة مول كليا بيتعالج برا أغلب الناس تبين تعالج في الكويت بين أهلها وزير الصحة يذكر أن مستشفياتنا أفضل من بريطانيا أنا بسألة ليش مسؤولين الدولة إذا كان بروح فحوصات بعد مو يعلاج طار يا ألمانيا يا بريطانيا يا أمريكا وأنا ما شفت بريطانيا قال بيتعالج في الكويت فلذلك هذا الأمر يعني لا تضحكون عن الناس بتصاريحكم لأن الناس أذكية وعارفين شون الحق أن مستشفياتنا قديمة ومتآكلة عارفين هذا الشيء بمحمد الشعب الكويت يتعود على الوزراء شي يقولون يعني بريطانيا أفضل من الكويت أفونا الكويت أفضل من بريطانيا أمريكا أيضا خدماتها الطبية سيئة مقارنة بالكويت فتعودوا على الوزراء يعني اكذب اكذب حتى يصدق لك الناس يعني لا بس هذه مصيبة ما هي قضية يعني يعني لم تحل هل القضية مسؤولية مشتركة بين المجلس والحكومة هي مسؤولية متكاملة يعني البعض يستحق يروح وما قاعد يروح والبعض لا يستحق يروح رحلة سياحية على نفقة الحكومة يعني الشخص المريض المفروض أن يروح متى ما آتا له المرض ولكن نحن نشوف يزيد الرحلات اللي نسميها السياحية على نفقة الحكومة الثاني الصيف يعني المرض قاعدية بس بالصيف وهذه من مسؤوليته مسؤولية الوزير ومن حوله بالإضافة إلى أيضا النواب بعض النواب يتوسط يعني ما نبي نقول لك والله نخلي مسؤولية النواب ولكن لو نحن عندنا مستشفيات بشكل صحيح وبناءها بشكل متطور نسفي دول الجوار نشوفها في الإمارات والسعودية وقطر احنا قدمنا في المجلس المطل الأول المدينة الطبية في شمال الكويت ومدينة الكويت وجنوب الكويت مختصة في القلب في الرأة في العيون في الكبد بالسرطان بعيد شرع الجميع الحكومة كانت نوعا ما تبيه تمشيها المشروع وكان الأسباب يعني شنو أسبابها الأسباب يعني ما أد كأنها شي متعمت كان وزير الصحة متعاون معانا ولكن نشوف الحكومة تبيه تأجل رئيس الوزراء ما قدم أي مشروع قادم ولا سياسة العامل الدولة وهو الذي يرسم السياسة العامل الدولة وكل وزير بناء على المادة 98 أنه يقدم برنامج عمل ولكن عندما اجتمعنا مع وزير الصحة في اللجنة الصحية كان متعاون ولكن وقت التصويت نشوف الحكومة كأنها تبيه تأجل فمعنات الحكومة مو مجتمعة في رأي واحد هني السؤال إذا كان ما تبون مدينة طبية ليش تبون تبنون مدينة طبية خارج الكويت الكويت أفضل دولة بمحمد لا عملت التنمية بالخارج ولكن ما سوتها في الكويت بمحمد يعني اليوم ما في استقرار مثل ما قلت من وزير الصحة السابق كان متعاون معاكم في المجلس وكان حاط يدينا بيدين نواب علشان المدينة الطبية أنت تكلم عن 11 أو 13 وزير خلال 6 أو 7 سنوات يعني الوزير ما يمدي يدشي الوزارة يبي يفكر يبي يحط مشروع يبي يتعاون مع مجلس الأمة ما رح يقدر يا يلقى استجوابات يا يلقى عدم قبول من رئيس الحكومة أو من أطراف متنفذة داخل حكومة فهذه يعني أنا أعتقد أنها مشكلة النواب ساهموا من طرف فيها ومشكلة أيضا الحكومة الحل برأيك هل الحل هو حكومة منتخبة أو حكومة برلمانية مثل ما يطرحون إخواننا في أنا حكومة منتخبة لا أيدها في الوقت الحال لأنه يجب يشار لحزاب قبل وعلى فيه تنقيح دستوري ولكن حكومة برلمانية أيدها الحكومة المنتخبة يجب أن يكون هناك أحزاب وتنقيح دستور لكن الحكومة البرلمانية أمر آخر يعني الحكومة البرلمانية كانت موجودة في سنة 92 كانت 6 وزراء من أصل نواب مادة 56 واضحة الأساس أن الوزراء من المجلس ومن خارجه فهو بده من المجلس يعني يكون الوزراء من أصل نواب ولم يتم يعني يأخذون من الخارج خنقول إحنا هناك 15 وزير ورقم 16 رئيس الوزراء يعني يفترض 10 وزراء من أصل نواب لكن الحكومة قاعد تمشي عكس أنا أعطيك مثال مجلس 2012 المطل كان نوعا ما ما أخذ التركيبة الإسلامية أكثر وأتت حكومة لبرالية في مجلس 2012 2012 الأول ومجلس 2009 أيضا خلنكم واقعيين يعني نواب الأغلبية والأغلبيتهم نواب محافظين وإسلاميين رفضوا الدخول في الحكومة إلا بشرط أن يكون هناك تسع وزراء ما يخالف يعني يعني فالحكومة لجأت يمكن لا بس الحين أذكر لك وأنا كان لي بيان في تاريخ 14-12-2012 أن مع مادة 50 من الدستور فصل السلطات وما كنت مأيد بيان الأغلبية أن لا ندش في اختصاص رئيس الوزراء وأفرض عليه فرض أنا علي أني استشيره وله لا حق أن يفرض عليه شيء يقول لي أجل السجوار هذا الفرق إنه اللي هو فصل السلطات ولكن إذا النواب الأغلبية ما رفضوا يدشون في حكومة شيخ جابر المبارك أنزي يا أخي نق من بره ولكن على الأقل نفس تركيبة المجلس مجلس 2009 شيخ ناصر محمد سوى العكس اختار وزراء إسلاميين والمجلس الليبرالي يعني هذا الأقصد أنت شوف تركيبة المجلس بناءًا عليه تختار الوزراء أنا ما أقول اختار الليبرالي أو الإسلامي شوف تركيبة الشعب اللي هالسنة نقاهم بناءًا عليه شوف القراءة السياسية للشارع وبعدين اترك المحاصصة الأكثر اختارها ولكن خليه ينسجم مع مجلس الأمة ما يبون انسجام أنا مع حكومة البرلمانية تم اختيار أكثر وزراء من أصل نواب وبالتالي أنه ما أؤيد تقديم الاستقالات للحكومة مجلس 2012 أو سنة 2012 ثلاث مجالس وأربع حكومات يعني ثلاث مجالس يفترض هذه 12 سنة وأربع حكومات 16 سنة حيسويناها بسنة احنا يا ليت أن المشاريع تكون بسنة عصر السرعة يا بمحمد شي سريع زيادة على اللزو وفي شكله في انتخابات قريبة بعد الانتخابات هذه والطال أتوقع جدا صعبا لأن الحكومة مشت على حيثيات الحكم ومنطوق الحكم ولكن الحل هذا قد ما نعلم بعلم الغيب يعني الحل وانتمنى أن يستمر المجلس أربع سنوات لاستقرار حياة البرلمانية لأنه بالنهاية الشعب الكويتي حليم يعني كم مرة راح الانتخابات راح فيه يعني فترة خنقل من آخر مجلس من تسعة وتسعين لألفين وثلاثة من ألفين وثلاثة من ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثمانية ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة ألفين وثلاثة والحيث يعني أنا أقول لك أنا الجنسية أشوفها كل أخدام يعني محتاجين غير الجناصي صارت صارت كل فعلة نحن نتمنى الاستغرار نتمنى وما نقطع كل المشاكل على الحكومة أيضاً إيهي مسؤولية الكل مسؤولية شعب وحكومة وبرلمان لأنه بالتالي من يختار مؤثلين الأمة هم الشعب وحنثق بالشعب ونجد راح يختار الأكفأ والحكومة يجب أن يختارون الأكفأ ما يبين المحاصصة يعني بالنهاية الرد على إحنا حطينا صلتنا الضوء على المشاكل أين الحلول؟ لما تقول قضية البطالة إيه مو شعار راح نقوله فيه قانون دعم العمالة الوطنية يلزم الشركات أنك توظف 60% من الشباب الكويتي الحين شيء اللي قاعد يحصل بعض البنوك وبعض الشركات وهو يعملون تلاعب وبعلم وزارة الشؤون ووزارة الشؤون ما قاعد تحرك هلوه ضعف أو أهمال أو خوف أنا أقول لك ثلاثتهم البنك يكون تحت شركات وهذه الشركات يوظف فيها وافدين وهذا الوافد يعني شركة نظافة ما يعمل فيه شركة النظافة يعمل مدير استثمار في البنك فمجرد مفتش لو يدش على البنك يبين أن هذا مخالف يفترض أن يكون مكان كويتي لما أنت تطبق قانون دعم العمالة الوطنية أنت حديت من البطالة لما تروح بالنسبة حق المستشفيات أنت لما تشوف المستشفات كلها متهالكة بالمقابل أهل الخير ادفعوا لتجديد الطوابق في المستشفيات وبناء المستوصفات يعني الحكومة ما انكسرت عينها ما تحس أن في فائض مالي أقول على الأقل أبني مستشفى واحد هذا مستشفى جابر من 2003 والحين 2013 بميزانية هائلة ثلاثمية وخمسة ثلاثين مليون عشر سنين مستشفى يفترض ترى بسنة من نفس الجامعة أنا بقارن لك عندما كنت طالب في الولايات المتحدة كنت أدرس وكان يبنون ملعب كامل في ظرف سنة ونص اسمه البرونكوس سنة ونص أو سنة وتسعة تشهر تم بناء أستاذ كامل وعندنا أستاذ جابر خذاله ثمن سنوات والحين لاحين معطل ومستشفى جابر يخص الأمور الصحية مهمل حين جنوب السرة كم منطقة فيها أربع مناطق يفترض أن يتخدمهم مستشفى كامل ما تم بناءه فيفترض عندك الوفرة المالية تستقل بالشكل الصحيح الحين العوائل قاعد يعانون من شغلتين بالسابق ما كان يعانون من مصاريف التعليم ومصاريف الدراسة الدراسة أو التعليم والصحة الحين أي واحد يبيعالج أبنائه يروح إلى المستشفيات الخاصة المستشفى الخاص معناها زيادة التكلفة عليه قبل الأباء ما كان يدفعون يروحون إلى المستشفيات الحكومية لأنها كانت متوافرة وأيضا التعليم بالسابق كان يعني فيه ناس سروح التعليم الخاص وأكن الغالبية يروحون إلى المدارس الحكومية النظر الجودة والمدرسين القيسة أول شيء عندك ويتين لست ما يقبلونك المدارس إلا بواسطة لأنه مزدحمة اللي هو بالنسبة للمدارس الخاصة بالمقابل قاعد يزيدون التكلفة كل سنة 5% 10% فبالتالي إذا أنت عندك ولد اليوم وبعد أربع سنين الولد الثاني ديش اللي ابتدائي قاعد يدفع تقريبا 50% زيادة عن اللي دفعها قبل حق ولدك الأول فهذه تكلفة بسبب أهمال الحكومة للتعليم والصحة نعم بمحمد إحنا بنطلع فاصل بس قبل أن أطلع فاصل بأوجه لك سؤال علشان جاوبني عليه بعد الفاصل أنت تصديت لقضية الإداعات المليونية وقضية أيضا التحويلات في المجلس الماضي وكنت في لجنة التحقيق أنت في المجلس المقبل سيكون إن الله وفقك إن شاء الله في الانتخابات هناك أيضا عدد كبير من القبيضة يخذون الانتخابات الحالية راح يكونون زملائك في المجلس نبي نعرف إش راح تسوي في هالقضية في مجلس الأمة المقبل إذا حالفك الحظ وإن شاء الله يحالفك الحظ ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم لنستكمل الحديث أهلا بكم عزائي المشاهدين من جديد بمحمد قبل لا تجاوب على السؤال المليوني راح نشوف هالسيفي ونرجع لك مرة ثانية عزائي المشاهدين نشوف هالسيفي رياض أحمد العدساني مرشح الدائرة الثانية ولد في العام 1976 حاصل على بكالوريوس في التمويل والتسويق من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية موظف بمؤسسة البترول الكويتية إدارة الاستثمارات كاسم المخاطر المالية مساعد مدير استثمار بالهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية عضون في مجلس الأمة 2012 المبطل أهلا بكم بمحمد شفنا التقرير سيفي عنك نبي إجابة على السؤال المليوني أنت اليوم بإذن الله راح تدش في مجلس الأمة الجاي وراح أكيد تتصدى لنفس القضية قضية الإداعات المليونية صح ما أدري ما في حتى أنا استعرضت عدد من أسماء المرشحين في المجلس للانتخابات الحالية لقيت حتى بعضهم ممن كان معك في مجلس 2009 يمكن ما أيد لجان التحقيق في هذه القضايا فشون راح تواجه هالأمر هذا بنفسك طبعا ذكرت لي بالنسبة حق قضية الإداعات وما يسمى بالقبيضة هذه القضية خلنرجع احنا شوي لورا كانوا يقاتلون هالنواب لذي تضخمت حساباتهم أنه ما تشكل لجان وتعطيل الجلسات في مجلس 2009 عندما البنوك المحلية قدمت تقريرها إلى بنق المركزي وبنق المركزي قدم بلاق إلى النيابة دشوا النيابة متلثمين مدنقين الراس إذا يدش عليه قضية وهو يقول أنه قضية متهم فيها وهو براءة يفترض أنه يدش مرفوع الراس ليش ليدش سيارته مضللة ليش ليدش متلثم احنا نبيهم يكونون بهذه الصورة يعني هل يعقل أن نواب الأمة الذين يشرعون للبلد تتضخم حساباتهم في الملايين أنتقيسة ثلاثة عش نائب في يوم وليلة يسنوا أصحاب الملايين وتحديدا خلال ستة شهر محد فيهم أثبت مصدر المال لا ورث لا عقار لا أسهم لا تجارة لوهم يقولون أنه عن نفسهم براءة يا أخي اثبت قول أنه أنا حصلت هذه الملايين من ورث ولا من أسهم ولا من عقار ما صار هذا شيء أيضا النيابة لم تبرئهم أصلا نحن نريد أن نوضح النيابة خصم شريف النيابة عادة إذا شافت القضية وانطبق عليها القانون وتحولها للمحاكم والمحاكم من تدين وتبرئ لكن هي ما راحت المحاكم النيابة حفظتها بسبب نقص في القانون أي هناك قصور في التشريع احنا قدمنا لتعديل التشريعات النيابة حفظت القضية لقصور في التشريع ولا لعدم كفاية الأدلة أو أن البنك المركزي لم يقدم أدلة كافة لا قصور في التشريع وبيان النيابة واضح نطلب المشرع تعديل قانون قسيل أموال وقرار قانون كشف الذنة المالية الذي احنا قدمناه في المجلس المبطل الذي كان مدرج على جد والأعمال بتاريخ 19-6 السؤال تضخمت حساباتهم النيابة حفظت القضية بسبب نقص في القانون معناته أنتم مت براءة أنا بقول لكم الفيصل هو مذكرة حفظ النيابة أنا قاعد أقول كلام وأنتم تقولون كلام ليش ما تطلعون مذكرة حفظ النيابة لأن شنوش فيها فيها سواد وجه فيها اسم الذي تضخم حساباته والمبلغ وبسبب الحفظ لأنه قصور في القانون ولم يثبت مصدر المال أنا بالنهاية ما رح أجامل ولا بهمني إذا ادخلوا في المجلس ولا ما ادخلوا يعني إذا انجحوا النواب اللي تضخمت حساباته بنحرج منه وما رح أقول أسماء ولا لو كان هو يمي بقول اسمه وبأشر عليه بالتالي أنا قلت القضية مو البعض شكك في مصداقيتي أنا أقول لك أقسم بالله أن هذه القضية صحيحة وهذه القضية تضخمت حساباتهم وبالملايين أعلى واحد فيهم كان شنب محمد حساب أعلى واحد حفاظا على السرية لنا بدون أسماء بس كم المبلغ وصلت اللي ذكرت أنا في قناة يوم بالسابق وصلت لقريب العشر ملايين تسع ملايين سبعمية واحد واحد منهم هل هذا سوف يشرع البلد أو يشرع الشرع اللي يجيبه الخاص هذا لا يملك إرادته هذا رح يقول له صوت صوت من أعطاه امتنع امتنع شرع شرع انسحب انسحب بالتالي إذا انجحوا والله لا يهمني أتمنى سقوطني يعني هو دخل عشر ملايين البنك بدون لا يقدم أي دليل من وين جاب الفلوس على مراحل ولم يثبت مصدر المر على مراحل على مراحل ولكن أنا تحفظ على الأسماء وراح أطلب في قبة عبدالله السالم أنه فتح اللجنة ونقرأ تقرير كامل للنيابة وهم مو يقولون أننا ما عندنا مصداقية يا أخي احنا نبي نفتح ونثبت مصداقيتنا ونثبت كلامنا صحيح ونثبت أن كلامكم أنتم الغير صحيح ليش هم متخوفين أهم لو صادقين كان فتحوا القضية في مجلس المبطل الثاني ما قربوا صنع من الخزينة ليحين مشمعه ولا أحد فتحه والبعض يقول هذه القضية مصحيحة اللي يقول من النواب قضية مصحيحة لا يملك الدليل لا تقف مع الباطل على الأقل اقضب الحياد ما لم يثبت العكس أنت تقول ليش هم اطلع براءة ما هم براءة أنا رد أقولك ما هم براءة أن حفظت القضية بسبب نقص القانون ما هم براءة خلل خلل في التشريع قصود التشريع أنا اللي بوضحه في المجلس إن شاء الله القادم إذا الله سهل ونجحت وهم إذا فعلا النواب الذين تضخمت حساباتهم وأتمنى سقوطهم نسمى أسقطهم في مجلس المبطل الأول يوم رشعنا والشعب الذي أسقطهم أتمنى سقوطهم إذا نجحوا ونبي نحن نثير هذه القضية يفترض أنهم أول من يرحبون بهذا الشيء لأنه مفروض ما عليهم شيء بس أنا أقول لك أنني عليهم ألف علامة استفهام أصلا رح يقاتلون بعدم نجاحنا رح يقاتلون بعدم إذا نجحنا ننثيرها لكن أنا بثيرها لأن هذه من قضية عامل ليكونوا عبرة حق غيرهم ليكونوا عبرة حق غيرهم أنه محهد بالمستقبل ياخذ أي مال اللي يفكر مليون مرة لأن البعض استقفر الله لا يخاف من رب العالمين يخاف من القانون على الأقل خلي طبق شيء عليهم ولكن ياخذون الملايين وروحون يستنسون فيها وإحنا بنعرف هذا مال خاص ولا مال عام الآن خذوا أموال كاش حطوها في البنك مصدر المال مو معروف مو معروف مصدر المال ويقولوا إحنا براءة إن زين أنت دشية النيابة متلثم إذا معلك شيء ليش دشية متلثم ولدتش فيه سيارة مظللة يفترض دش عادي قضية عادية وقضية في النيابة إذا بالنسبة لك لكن هي قضية عادية زين بو محمد الحين التحقيقات محفوظة في مجلس الأمة أو محفوظة وين لجنة التحقيق محفوظة في مجلس الأمة في مجلس الأمة هل اطلع عليها مجلس 2009 2012 حسب علمي لا حسب علمي لا ما اطلع عليها أنتو شمعتوها احنا شمعناها ولم تفتح إلى الآن لم تفتح هل راح تفتح أنا راح أطالب وأشدد في المطالبة وأقر في ذلك يعني هذا النوع ليس من التأزيم ناس خذت ناس خذت وهم نفسهم مراضين يثبتون من وين الفلوس يا أخي احنا بنثبت ونذكر أن هذه المبالغ وهذو الأسماء إذا أهما يقولون والفيصل مذكرة حفظ النيابة يقولوا والله احنا ما علينا شيء يا أخي طلع مذكرة حفظ النيابة اللي تثبت أنت مدان مليون مرة ولكن القانون ناقص يعني أنت تثبت أنك مدان سياسيا أن السلام تمال ومو بيّن مصدره ولا أنت تبقى تقول مصدره أساسا بالمقابل القانون ما حماك القانون ناقص أنت يعني بعض النواب لم يطلع براءة في أي قضية سواء سبقه في الصحافة أو غيرها أول ما يطلع حكم المحكمة يروح ثاني يوم بالجريدة ويحط ويفتخر أنه براءة سوي حفلة ما معنى هذه ما معنى هذه قضية الإيداعات مراضية يحط مذكرة تحفظ النيابة الناحية الأخرى البنوك حولوكم إلى النيابة يعني أساؤل يسمعتكم ليش ما رفعته قضية رد اعتبار على البنوك لأنك ما رح تقدر لأن خطوات البنك صحيحة عليك وبعدين تطلع بكل جراءة وتقول أنا ما علي شيء من يقول ما عليك شيء أنا كوني مواطن لا يمكن أقبل حق شخص نفس هذا يشرع لي ولا يرح يشرع بشكل صحيح ولا إرادت عنده هذا أنا حسب اعتقادي وأنا أقولك اعتقادة توقع 100% صحيح فهذه القضية لا يمكن أن ننساها صدقني متفاعل متفاعل بمحمد أنه ممكن أنك تطرح القضية وممكن يصير تجاوب من بعض النواب في المجلس المقبل حسب قراءاتك أنا شوف دائما متفاعل وأسعي للخير وأحرص عليه والنتيجة إن شاء الله راح ألقاه وثق بالله ما يصح الله صحيح بالنهاية مهما تحصل من فساد يبقى الخير وهو اللازم يفرض نفسه يعني إحنا شل نقوله أكثر شي لو نسكت عن هذه القضية إحنا شاركنا في الجريمة ولو نسكت عن هذه القضية معناته النواب الذين تضخمت حساباتهم معناته راح يكون غيرهم ويقول كاف لان خذ ملايين وياخذ وماكوا عقوبة من أمن عقوبة أساء الأدب لذلك أنه انتمنى سقوطهم وفي حال نجاحهم لن يوقفوني أصلا وراح أذكر الأسماء حتى له يعني تذكرها في قاعة عبدالله السالم في قاعة عبدالله السالم أنت ما ذكرتها على الهواء ولا مرة على الهواء ولا مرة ما ذكرتها النهائية إن حالفك الحظ ووفقت في الانتخابات ستذكر الأسماء في قاعة عبدالله السالم في حال تم تعطيل لجنة تحقيق الإدعاء لا أنا راح أقدم الطلب وأنا متأكد يعني بالنهاية اللي تضخمت حساباتهم 13 نائب فغالبية النواب لم تتضخم حساباتهم فأنا أتوقع يعني بالعكس راح يقفون معي إن شاء الله وأتمنى ذلك أنه نفتح هذه القضية ويثبت كلامي صح أم كلامهم هل أنا في اليوم من الأيام ادعيت عليهم غلط وأنا أقول لك لا يمكن ادعي عليهم غلط والكلام لأنا قاعد أقوله أنا شفته بعيني شفت الأرقام وشفت الأرقام وشفت الأسماء أقل وشي حر أقل نائب كم بمحمد يعني قريب المليون يعني من عشرة المليون هذا المصيبة يعني أنك شوف ملايين تنقط قط والمقابل شوف يعني ابن البلد عاطل العمل شوف الحكومة مو ملتفة للإنجاز المشاريع الإسكان قضية الإسكان تتفاقم مشاريع كثيرة معطلة الصحة من سيء إلى أسوأ وشوف مشرعين البلد بذلك حاسب الحكومة تتضخم حساباته يعني هذا دورك هذا دورك أنك تدش المجلس وتكون مليونير راتبك 2300 دينار لو الله تقعد عشرين سنة في المجلس ما تصير مليونير تصير مليونير بستة أشهر وما أذكرت من أعطاك أصلا هالمبالغ هذه لا ورث لا تجارة لا عقار وتدعي أنك أنت مليونير مليونير صرت مليونير في المجلس هذه شركة خاصة صار ما هو مشرع زين بمحمد بنتقل موضوع الدوائر لك رؤية معينة بتعدل في قانون الصوت الواحد في أي اتجاه ستطرح هذا الموضوع طبعا أنا يعني دائما متمسك في المادة 79 لا يصدر قانون إلا من خلال المجلس صدق عليه الأمير قانون الخمزة وارو أربع صوات تشوفها أهو جيد لا يمعن أن ننزل إلى الثلاثة بس على الأقل نبي الأربع هذا القانون تريد العودة إلى الأربع صوات يعني هذا الأفضل أنا أقول لك ليش أنت عندك أربع صوات بإمكاني صوت صوت أحرق بإمكاني صوت صوتين ثلاثة أربعة بس ما أطمن الحكومة سير وصية عليه تقول لي يا صوت يا لأ كثير من الناخبين يقول لك أنا محتار عندي صوتين أبيعطيهم يعني فلان وفلان ترشوف الغالبية لما تكون أربع صوت صوتين يدري من يعطي الصوتين الثانيين يبدأ يفكر فيهم ولكن هذا خياري ترى البعض شو يقول لك يقول لك الصوت الواحد يقضي على الفرعية ما قضى على الفرعية وقال نحطونها في الجرائد بالإضافة هو بمحمد الفرعيات يمكن حتى الآن يمكن وقيمة تشاورية أو اثنين ما هي نفس الانتخابات في 2009 أو في 2012 أو ما قبل ذلك لا الله بالجرائد ترى قاعد تنحط وصارت يعني لم أشر كتشاوريات هي تشاورية هي فرعية بالنهاية يعني هي القبال الكبير لحد الحين ما قامت يعني صارت في الدائرة الثانية صارت فرعية بالدائرة الثانية بالدائرة الثانية بالمقابل المال السياسي زاد بشكل مهول المال السياسي لأن النجاح يكون 1200 1300 ما توقع رح يكون نفس النجاح المرة اللي طافت 500 الصوت ينجح الأرقام ممكن الزيد ولكن مو نفسه ما تقول النجاح 5000 6000 7000 صح في الخمزة وارو واربع أصوات كان هناك مال سياسي وهناك أيضا انتخابات فرعية بس الحين زادت غير أنه زادت أيضا الطائفية والقبلية والعنصرية زادت نبين حد منها احنا شوي على الأقل لما تقول لي ثلاث أصوات أربع أصوات وايد أفضل من صوت واحد لأن صوت واحد مشكلتها نسمى قلت لك زادت المال السياسي النجاح بسيط ممكن شخص سمعت عن شراء أصوات في الدوائر أسمع أنا تقول لي عندي دليل ما عندي بس أسمع أسمع وبيقوة وناس ثقة الدور وزارة الداخلية أين دور وزارة الداخلية من الحد من الفرعيات من المال السياسي يعني البعض شون يشتغل بالمال السياسي بطريقة أخرى والله يشتغل معاه مقابل هذا مال سياسي هذا مال سياسي بس لجان عامل أبو محمد لا أنا ما أتكلم على لجان لا يعني أنا تكلم بيجيب لخمسين أو سبعين أو ثمانين أنا ما أتكلم على لجان أو ألف لا بس يفرق أنا يعني يثق بالله في واحد يعني مرة عسس أنا حنفرق كان يبي شغلة وصاحب حق بمقدوري أني أخدمه فقلت له إذا قدرت أسويها لك تحلف لي ما تصوت لي ما بي شيء مقابل شيء فما يصير أنت بالنهاية تعطي فلوس وهو يشتغلك ويبلك أصوات فهو مو مقتنع فيك وهو يشتغلك أنك أنت عطيت فلوس يعني الشراء يأخذ أوجه كثيرة تأخذ أوجه كثيرة تعجير بيت ند بشخاص معينين تعين تأجير بيت يعني فرضا أنت أجرت بيت واحد وتبي مقرين لأنه يعطونك مقر واحد بس واحد مأجر لي خمس بيوت تفرق يعني لو هم واحد مأجر بيت مئة ألف يعني هم والسعر في أوجهة نظر فإحنا نقول الصوت الواحد زاد المال السياسي زاد بالإضافة إلى أيضا انتخابة فرعيام ما قضى عليها زاد الحدة بالطرح الطائفية القبلية العنصرية تقول الأربع صوات ترى دعم للأقليات الأربع صوات لأنه أنت صوت حق أربعة ولكن في كل دائرة ينجحون ستة ما صوت لهم إجماليا عشرة في كل دائرة يعني بالتالي أنت قاعد صوت حق أربعة ما قاعد صوت حق عشرة بس التجربة أثبتت يعني في الدائرة الرابعة والخامسة أن القبائل الكبيرة هي من تحوز على المقاعد هذه خلنا أقول لك شاء الله مجلس 2008 يوم كان خمس دوار وأربع صوات كان جدا جميل بالنسبة حق الحكومة مجلس 2009 كان بالعكس الخمسة وأربع صوات أنه بالعكس هذا مشروع جيد وممتاز بعد يوم نجح مجلس 2012 الذي راقب على الحكومة بشكل صحيح صار عند الحكومة لا موزع أنه يجب تغييره زلش ما تغير من أول ممارسة من 2008 في مجلس 2009 تم تغيير قالوا خمس دوار وصوت ولكن تقول لي شنو البديل ما في بديل إلا خوض الانتخابات اليوم قلنا أعطيك أنا السلبيات شنو الحلول الحلول ما في بالنسبة لي حطتي حل واحد طبعا بالسابق تشرفت فيه مقابل السمو الأمير طرحت كل الأمور اللي أنا أراها يعني تقبل أرائي بصد الرحب النقطة الثانية تقدم بالطعن أمام المحكمة الدستورية وترافعت بنفسي مرتين وأيضا المحاميين ترافعوا كذلك تم تحصين الصوت الواحد وأبطال المجلس بناء على اللجنة المفاوضية للإشارة على الانتخابات غير لا يوجد فيها ضرورة شنو الخطوة هل أترك؟ أقول لا أين أنزل الانتخابات أغير؟ مو بس على قانون الانتخابات للمراقبة الحكومة للحد من الفساد لتقيق قانون الانتخابات للارتقاء للدولة تبي تقدم مشاريع تلزم الدولة أن تحد من البطالة تعدل التعليم تعدل قضية الإسكانية تعدل أيضا المستشفيات بشكل عام بمحمد في حال حالفك الحظ وفزت في الانتخابات وشفت أن تركيبة المجلس ما تغيرت عن مجلس 2012 الماضي اللي هو مجلس صوت الواحد الأول شفت أن التركيبة هي نفس التركيبة شفت أن الأداء هو نفس الأداء هل ستستمر في هذا المجلس؟ طبعا أنا فكرت به شيء في نظري الاستمرار أفضل تيليش؟ أعطيك مثال تسعين اتفاقية الذي قرها المجلس السابق الذي قرها ظرف تقريبا ساعتين ما أحد عرفها أنا واحد من الناس اللي كنت عضو مبطل بالبحث والغصب عرفت أن اتفاقيات أمنية وتجارية وتخص الشركات والمواني وتخص الأمور التعليمية هم نواب المجلس ما يعرفونها؟ نواب المجلس طبعا يعني لأنه مرة من المرات سألت أحد نوابه ما كان يعرف قلت تعطني له خمس اتفاقيات لأنه لا يمكن بالمنطق والعقل تقر تسعين اتفاقية ظرف ساعتين يعني أنه كل اتفاقية ما أخذها دقيقتين متى درستها متى عدلت بعض الأمور يعني قرت بشكل سريع جدا واحدة منهم الاستثمار الحبوب في جبوتي الاستثمار الضريبي في جمهورية اليمن اتفاقيات أنا ما أشوفها رئيسية ولكن ما نشرت فإذا إحنا ما نكون عين داخل المجلس وننشرها طبعا إذا كانت جلسة سرية ما أقدر أقول أشياء راح ألتزم في الدستور جلسة غير سرية لا راح نعلن نقول تم واحد اثنين ثلاث قانون الإعلام الأخير له الإعلام الموحد ليش تم تعطيله لأنها خذت زخم إعلامي صد إعلامي التيارات تكلمت عنها الناس تكلمت عنها الصحافة تكلمت عنها فلو أنه مشينها من صار ضغط من رؤساء تحرير الصحف تحديدا على رئيس الوزراء رؤساء تحرير الصحف ضغط شعبي طبعا المجلس كان بيقرها كان بيعدل بعض الأمور كانت مصيبة شنو كان يقولون يقولون أصلا القانون هذا بالعكس يعزز الحريات ويقضي أصلا على الأمور اللي فيها حبس مذكور في المادة إذا 95 أرجع عليها أو 98 أن لا تستثنى أي عقوبة أشد معناته أي حبس رح يؤخذ في الاعتبار وأيضا حتى المبالغ الغرامات عالية أمية ألف معناته الشخص الغير مقتدر من أن يدفع رح يدش الحبس بالنهاية فكان بالعكس كان هذا القانون مقيد النقطة الثانية تشوف القوانين والاقتراحات الهمز واللمز أنت شون تدش في النيات وعقوبته وين توصل خمسة عشر سنة سجن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء أكرم الخلق ما دش في النيات أنت منه يا نواب الأمة في 2012 الثاني يدشون في النيات وشونها القانون بالمقابل الإساء للرموز سحب الجنسية شوف العقوبة سحب جنسية والإساء للرموز مو رمز يبقى منه الرموز اللي بتحطهم يعني معناته ممكن تقول مفتي رمز تاج الرمز عميد عائلة رمز الشيخ قبيلة رمز هذا اختراح قدم من النواب اعتقد من النواب فأنت إذا تترك معناته تقول عقل النواب شرعوا وقودوا البلد بهذه الطريقة شوف اذق بالله لو تترك كل هذه القوانين نحن ملزمين رح نطبقها فليش نترك مجلس السبع ستين المزور وتحديدا في سنة ألف تسعمائة سبعين قانون الجزاء في أمن الدولة إلى اليوم نعاني منه كم سنة ثلاثة أربعين سنة واحدة من القوانين اللي احنا لغيناها وبعدين ردوها المجلس المبطل الثاني له قانون الجزاء رقم 15 أي شخص يبلغ بلاه كاذب عمدا يضر بالشأن المالي يحبس لا يقل عن ثلاث سنوات هذه قضيتها أم دولة ابو محمد أبي بشكل سريع في ختام هذا البرنامج ماذا تقول أنا أقول للناخبين أول شيء إن شاء الله كل عام أنت بخير في شهر رمضان وعسى الله يتقبل صيامكم إن شاء الله ونقول صح أنه رح يكون ضغط وحر ولكن هذا مستقبل لكويت والأصل أننا نحافظ على هذا الشيء يعني نصوت حق الأكفة للارتقاء للدولة للتشريع والرقابة واتمنى كل خير لجميع المواطنين والدولة ابو محمد شكرا لك الله يسر أعزائي المشاهدين نترككم في رعاية الله وإلى أن نلقاكم غدا بإذن الله هذا طلال كشتي يحييكم ترجمة نانسي قنقر